اشتركوا في القناة منتخب مصر في اسوأ اداء ممكن في تاريخ مشاركاته في كأس الامم الافريقية منتخب مصر اللي كنا ندعم ونساند وهنبدل ندعم ونساند منتخب مصر لانه منتخب بلدنا ستحنى دايما كنا بندور على نقطة ايجابيات نقطة نقطة ايجابيات وسط كثير من السلبيات قلنا لعلة وعسى تغطي على السلبيات بس أه والله كنا شايفين زي حضرتك بالزبط كده السلبيات السلبيات اللي مش في منتخب مصر بس السلبية اللي في كل حاجة في كرة القدم في مصر كل حاجة في منظومة كرة القدم في مصر كل حاجة هرط كل حاجة سلبية احنا بس كل شوية نصبر نفسنا كل شوية الصدفة تقودنا لإنجاز كل شوية نقول يلا قولوا يا رب وتعالوا ندعي ودعوات المصريين نسيفش حد بينجح طول الوقت بالطريقة دي مش كل حاجة بالدعوات المصريين مش كل حاجة بالدبح عجول يعني اللي راحين ندبح عجل قبل المباراة تم أن نروح نجاهز نفسنا صح ونشتغل كويس ونحفز اللعبين بشكل كويس يعني وصلنا للمرحلة دي وصلنا للمرحلة السيئة دي أهو دبح العجل ده منخص للي احنا بنعيشه في منظومة الكرة في مصر سيبها على الله يمكن تيجي مفيش حد بيعمل كده انت بتسعى وربنا بيقف معاك انت بتجتهد وربنا بيدي للمجتهد احنا لا بنسعى ولا بنجتهد وكل شوية نقعد نسرخ وعلى أعصابنا ويا رب وعشان الناس الغلابة وعشان المصرين التعبنين وعشان ظروفنا وعشان حرام وعشان مش عارف ايه بس فيش حد بيشتغل كده لما نوصل ان منتخب موزنبيق بقى حسن مننا منتخب الكنغو النهاردة عامين نقول ايه يا رب الكرة تطلع قاوت بنلعب قدام الكنغو الديمقراطية وبنقول يا رب الكرة تطلع قاوت عشان ناخد نفسنا النهاردة محمد ابو جابل بيواء عشان ضيع وقته قدام منتخب الكنغو الديمقراطية انتو فاهمين حجم المأساة؟ والله حجم المأساة ما بيتعلقش فقط بفيتوريا الصدمة كبيرة بصراحة صدمة كبيرة شخصيا انا مظلوم فيه انا كنت متخيلح سمين كده بكتير بس ما عملش اي شيء في هذه المطولة قبل ما تحاسب اللعيبة تحاسب المدرب روي فيتوريا وجهازه المعاون حاسب اتحاد الكرة اللي احنا كان عندنا مدرب قريدي ناجح قريدي عمل شغل كويس اللي هو قرل سكروش وبتسيب ويمشي وبتعمل له مشاكل ليه؟ عشان احنا منظومة سيئة وانا بحاول اختار الالفاظ والله منظومة قروية سيئة غير افراد هتلاقي نفس المنظومة سيئة غير افكار هتلاقي نفس المنظومة سيئة عشان اللي بيجوا افكارهم اصلا سيئة زي اللي قابلوهم احنا عندنا مشكلة كبيرة وقد حسبها بقى من تحت من قطعات الناشئين مدرب 17 سنة يجي بالمجاملة مدرب 19 سنة ولا تحت 20 سنة يجي بالمجاملة مدرب منتخب اولمبي يجي بالمجاملة مدرب اجنبي اصله يعني هنتصرف له في فلوس عشان مش عامفين نجيب فلوس طب بتجيب مدرب اجنبي ايه اصلا من الاول تعمل ازمة ايه اصلا من الاول وتختاره على اساس ايه المدرب الاجنبي وبنجيبه على اساس ايه اه والله عشان انت هتقول لي انتوا تكلامكم بيتغير ما احنا هنفضل ندعم طول ما المنتخب بيلعب يعني هفضل اطلع اقول لك المنتخب سيء والمنتخب كرسى والعيبة دي لازم تترحل والعيبة دي مش عارف ايه والمدرب مش عارف ايه وهم بيلعبوا بس لما نخسر نقول اللي في قلبنا بقى اللي في قلبنا انه والله العظيم منظومة الكورة في مصر حاجة في منتهى السوق من خمسين سنة من خمسين سنة انتوا متخيلين احنا عايشين المأساة دي كل شوية وكل ما تتكلم حد يقول لك بس انجاز 2006-2008-2010 والله كان انجاز استثنائش بيجيل استثنائي وزروف استثنائية بس ايس بقى على تاريخ منتخبات مصر كلها احنا بالصدفة وبالروح والحماس على فكرة كلمة الروح والحماس يقول لك ايه اصل منتخب مصر هو منتخب الروح والحماس ما جماعة منتخبات التانية هتلعب بروح والحماس اصل احنا عندنا شعب غلبان وربنا هيكرمنا عشان خاطر الشعب الغلبان دوت ما هم برضو شعب هم غلابة يعني ايه الميزة ما احنا عايزين نشتغل ما احنا عايزين نشتغل عشان لما هنشتغل نقول والله احنا عشان اشتغلنا واكتهدنا عملنا كده لكن احنا عايشين الفترة اللي فاتت في الاتحاد الكورة اصلا مثلا يعني هل حمى مثلا صلاح في الانتقاد هل ترى حد تكلم سيبه يا عم يغرق هل حد هيحمي فيتوريا سيبه يغرق هل عد هيحمي اللعيبة اللي تعبت واللعيبة اللي ما تعبتش سيبهم يغرقوا طيب معلش والله وانت تفرج عن مبرى النهاردة وهقول لك اسماء وامري لله يعني زيزو عمر كمال عبدالواحد محمود حمادة حمدي فتحي كل اللعيبة دي يا جباعة احنا منتكلم في عشرين وتلاتين واربعين وخمسين مليون قول لي ليه اللعيبة دي عظيمة هنا عندنا في الدورة بس انت متخيل في منافسة فيها كونغو وموزنبيك وكاب فردي مش عارفين نلعب قدامهم وهم اللي احسن مننا طب اللعيبة دي من اديها الفلوس دي كلها ليه ده فساد نظام نظام كورة في مصر اللعيبة دي بتاخد فلوس على اساس ايه الفلوس الكتيرة دي على اساس ايه النجومية العظيمة يعني اللي بيعملوها اقول لك ليه عشان بنكسب هنا بعضينا في الدورة المصر والامور بتمشي واني اعترض على حكم واني اصل حكامنا مش عارف ايه واصل المدرجات مش عارف ما فاش ايه واصل الحصل مش عارف يعني اقول اي مبررات غير ان احنا الكورة نفسها بنتصلحها احنا متصلحش الكورة في مصر والله بقى اننا خمسين سنة مش عزاول اكتر كمان انا بقول يعني اللي الواحد عاشه واللي شافه قبلها يعني من شوية فيديوهات بس احنا فيه كوارث ما بتتصلحش وانا النهار ده هتكلم في القصة دي مع ضيوفي بس هقولك اهو من دلوقتي هنقول نفس الكلام كلنا والله اللي بنقوله من خمسين سنة اجماعة لو سمحتوا حد يحل المشكلة دي والله يا حرام حرام احنا كلنا عمالين نسرخ واحنا بنتفرج واحنا زنبين ايه احنا هنبدل زنبين ايه احنا نقول هجماعة اخدوا بالكم احنا لازم نبدأ بقطاعات النشئين في الاندية لازم تتصلح هجماعة لو سمحتوا منتخبات الشباب لازم يبقى فيها شغل الكويس هجماعة لو سمحتوا محتاجين مسابقة محترمة منتظمة هجماعة لو سمحتوا محتاجين لعيبة ما يكونش فلوسهم عالية او كده هجماعة لو سمحتوا طلعوا اللاعبين للإحتراف انتم شو بتسمعوا الكلام ده بالكم خمسين زرق زي زيكم هنقولوا النهار ده تاني هنقولوا بكرة تاني للأسف يعني بس الأسف برضو قرار مش في إدية ما لو قرار في إدية انا لو هروح عامل الكلام ده هتقول والله رقم واحد لازم اللاعب تطلع للإحتراف هتقول لي ما هصل الاندية بتمسك في اللاعب لا نشوف حل نشوف حل نفرض عليهم بأي شكل من الأشكال قطاعات النشئين ماينفعش يبقى بالمجملات يا جماعة احنا منتخبات مصر كلها بتاعت النشئين عايشين فيها بقالنا خمسين سنة بالمجملات على أساس إيه يا عامل هومش المنتخب الأول فمحادش يحس بيها هات أي وحد صاحبنا نعينه يا فنن ما هوم دول اللي بيطلعوا للمنتخب الأول في الآخر ما بلوهمش كويسين احنا طول الوقت مصطفى محمد صلاح لما بقاش موجود احنا عميين كلها نسرخ بقالنا كم يوم محمد صلاح مش معنا محمد صلاح سامنا محمد صلاح بعنا محمد صلاح مش عارف إيه حياتنا كلها بقت متعلقة محمد صلاح مصطفى محمد يعني لما بيزق معنا نقول الحمد لله مصطفى محمد بيزق لما تسجيل عماتش حالو يا سيد يا عالسلام لكن احنا ما عندناش منتخب والله ما عندنا منتخب انا قاسف لانا بقول كده وانا قاسف وبالمناسبة انا بقول لك كلمتين دول وانا عارف ان اللعيبة النهاردة اكتهدت وارقت بس احنا مش تقال احنا مش تقال في الملأ منتخب مصر سبع بطولات والتاريخ والاسم الكبير والاسماء العظيمة احنا منترعش وحن نلقم قدام مزمبيك احنا النهاردة قدام الكنغو احنا كل كورة علينا خطر مش النهاردة احنا كل كورة في البطولة قدام الاربع منتخبات اللي عمناهم خطر خطر كل كورة على مرمانة ايه ده فيش منظومة خالص لا في الملعب ولا خارج الملعب من قلبي والله انا اقول الكلمة دي من جوه 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 قلبي وانا اول مرة اتكلم بالطريقة دي بس حاسبي الله وانعمل وكيل في كل واحد ما بيديش للرياضة المصرية وكورة القدم المصرية حقها بالعدل بالضمير بالشغل المحترم حاسبي الله وانعمل وكيل فيك تبتيجي عشان تاخد منصب بتيجي عشان تاخد مركز بتيجي وما بتشتغلش انا والله داخل النهاردة بقولي الكلام ده من جوه قلبي ومن حسن الحظ مش ان احنا خسرنا يقولوا كده على طول ويطلع اللي افتقته الله يسمحكم الله يسمحكم عشان النهاردة في مئة مليون مصري على الاقل دلوقتي هينامز على نين بسبب واحد بيجامل واحد بيتوسط لحد غير مؤهل واحد مش عايز حتى يعمل مجهود ويصلح هو مش عايز غير حاجة واحدة بس انه ياخد منصب في كورة القدم المصرية رجاءا يا رب ان شاء الله من بكرة من بكرة ما شوفش الوجوه دي ما شوفش الوجوه اللي قبلهم ما شوفش الوجوه اللي قبل قبلهم ونشوف ناس بقى بجد بتشتغل بضمير احنا نستحق ده والله احنا الشعب المصري احنا الجمهور المصري نستحق نشوف ناس بتشتغل بضمير والله بكل بساطة ومن كل من كل قلبي ارجوكم يا جماعة اللي يقدر يعمل ده يعمله انا ما عافش مين بس اللي يقدر يعمل ده يعمله شرفني وينورني الكابتن الكبير كابتن عبد الحميد بسيوني وزمنا العزيز محمد جمال يا كابتن عبد الحميد منور الدنيا اهلا بيك يا كابتن كريم واهلا بالكابتن محمد وسعاد جدا بوجود معاكم يا رب يخليك جمال منور الدنيا حبيب يا كينو اخبارك ايه المبسوط ان انا موجود معاكم يا كابتن عبد الحميد يا رب يخليك كابتن عبد الحميد السؤالة هو ببساطة هلحد امتى هنعيش الايام دي طبعا احكي احكي موقف يلخص ارجوك رحت مرة نلعب مباراة ودية مع منتخب بلجيكا بلجيكا منتخب مصر باللعاب بلجيكا فوزعوا علينا كتيب كتيب ده في فترة اعداد للمنتخب البلجيكي لمدة اربع سنوات بكل الارتباطات حتى الارتباطات اللي هي بعد سنين محطوطة الخانة بس فاضية بتتشكل بعدين انما نظام محطوط بتمشي عليه المدرب مشيه مدرب راح الناس المسؤولة راحت جت نظام بتمشي عليه انا عايز اعرف ايه النظام اللي احنا بنمشي عليه ايه النظام اللي احنا فاساسا المفروض الاتحاد بيحط نظام الكل بيمشي عليه مدرب بيمشي عليه اي حد يمشي عليه من تحت الفوق انما اللي احنا بنشوفه ماشيين بالقطع وماشيين بالزق وحسب بقى النتائج طيب النهاردة هل احنا اتخضينا النهاردة ان المنتخبنا خرج لا ما اتخضى نفسه ليه لان التلات مدشاط الاولانيين احنا طبعا معاك كنتنا بنقعد زي ما انت قلت بندعم وبنساند لان ده حق المنتخب علينا وحنفضل داعمين ومساندين للمنتخب في جميع الاوقات بس لما يبقى فيه خطأ بنقول فيه اخطاء التلات مباريات مرضوضنا الفني فيهم كان ضعيف جدا جدا وعلى المستوى الدفاعي زي ما انت قلت احنا داخل فينا في تلات مباريات اللي هم في مجموعات ستة اهداف ده معدل كبير جدا جدا يوريك مدى الاخطاء الكبير اللي ما بتتصلحش يعني المفروض تتصلح تيجي عن مباراة النهاردة المفروض اتعلمت من دور المجموعات الاخطاء اللي انت كتير واعطي فيها فتيجي النهاردة برضو تيجي انت كشغل كمدير فني مش لاقي منك حلول ولا ابتكار انت بتخرج مركز بمركز وتحط سين مع صاد مكان صاد يعني ايه الحلول اللي انت خلقتها عشان تدينا شكل هجومي كبير لا مفيش ايه الحلول اللي انت عملتها بحيث ان احنا نخلق لنفسنا احنا عدنا زي ما انتا شايف كلنا انا وحضرتك كابتر محمد وكل الناس اللي موجودة في الاستوديو كنا بنتمنى نوصل لضربات الجزاء علشان كان عندنا امل في ابو جبل وفي لعبيتنا ان احنا نحن عدي لا انا انا معاك انا ماتش زي تكون وده احنا كنا بنخشه وبينقول ايه انا جماعة هو ماتش سهل بس لازم لعبيتنا تركز عارف الجمل ديت اللي هو ماتش سهل بس اللي عايز لعبيتنا تركز كنا نخش نكسر وماتش ده اتنين وتلاتة واربعة مرتاعة ايه اللي بيحصل في الدنيا انا بقول لحضرتك فبالتالي لما نيجي نكال عارف ايه اللي هيحصل بعد كده بعد شوية احنا هنقود نتكلم وعن الشغل يومدر حييجي شغل الدوري شغل الدوري بسرعة ايوه ليه عشان ننشغل في الاهل وفي الزمالك وفي الدنيا وبتاعه الدنيا والحكم ده بلنما الحلول فين احنا عايزين حلول للرياضة المصرية احنا بقى منتخب اليد عندنا النموذج المشرف صح اللي بقى بالنسبة له بطولة افريكا ديت بطولة عادية احنا بقى دلوقتي بطولة العالم بالنسبة لنا هي الامل بيلعب عليها طول ما هو داخل بيلعب لان هم اشتغلوا صح وحطوا نظام صح فاحنا بنتمنى بنتمنى ان احنا نشوف الغلط فين ونصلحه الغلط في كل المعنى انت قلت كلمة حلوة قوي اللي بيجامل يبطل مجامل ايوه واللي بينافق يبطل نفاق وصاحب الكفاءة اللي يبقى موجود صاحب الحب وصاحب المصلحة وصاحب الشخص اللي فلان وعلان اتمنى اتمنى ان احنا نخلص لوطننا في الرياضة بالمناسبة للمجاملات اعرف اكتر حاجة وانت اكيد اشتغل كتير يا كابتر عبد الحبيد من ساعة ما تغلدت انا او موعيت عالكورة يعني يقولك فلان الفلان بيكسب انتخابات اتحاد الكورة او اعضاء مجلس الدارة عشان ليهم اصوات كتيرة في الجامعية العمومية يروح يسلم على ده يا ابو النبي يديني صوتك والنبي مش عارف ايه العلاقات يعني الي يقولك ايه المسؤولين عن الكورة في مصر بيبقوا مسؤولين عشان علاقاتهم جيدة مش عشان مؤهلين مش عشان كفاءة انا مش بتكلم والله عن التحدي بس وينكلم عن التحدي يتقاب هو المسؤول الاول دلوقتي بس الكلب عن التحدي واللي قبله واللي قبل قبله نفس القص وايقولك ايه قصة ده هيكسب عشان معاه اصوات كتيرة ده هيعرف يسليك امور بس ما فيش حد بيكسب بالكفاءة يا كابتن عبد الحميد والله يا كابتن كريم يمكن يعني النهاردة ملخص لحاجات كتيرة جدا جدا ما تخرج من دور الستاشر وما قابلتش منتخب من أصحاب يعني كل اللي احترام طبعا للمنتخبات وأداءها سواء كان موزنبيك أو كان فردي أو غانا أو النهاردة الكونغة الدموقراطية ما قابلناش منتخبات بحكم السنغال بحجم نيجيريا مغرب كودفور يعني ما تحطناش حشان كده لما كنت دايما بتسأل على مستر فيتوريا كنت أقول المحاك الرئيسي اللي يخليك تحكم عليه بطولة أفريكا بطولة أفريكا لأن دي بطولة رسمية هتقابل منتخبات قوية وهتقابل فرق ما بتدورش غير على المكسر فبالتالي حتى في ماتشاطنا في كاس العالم اللي كسبنا لأن برضو المنتخبات اللي معانا في المتناول فأنا بتمنى أنا هكلمك فني لما يجي دور الفني لأن في الفني النهاردة كتير إنما بقول بتمنى الأفضل والأحسن والأصلح لمنظومة الرياضة المصري أنا هجي لك فني أكيد بس أنا ببقى مقدر المشاجع اللي بفرج هذه اللقتي عايز فطفضة معايا يعني هو دلوقتي ساين ومتعصب ومتنرف إزاينا كلنا 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 والله فبقى نفسه فطفض معايا وأكيد هنجي دورنا ما أنت شوف كنت شايف يحنا بنشجع إزاي بره؟ ما كلنا والله يا كابت الحميد وطبيعة يعني طيب جيمي نفس السياق إحنا منظومة الكورة في مصر الكلام مكرر يعني اللي هو تقريبا كل الكلام اللي إحنا بتقوله مكرر وبصراحة أنا بشفك كمان على السيادة المشاهدين أو جمهور الكورة في مصر هي يقولك يا عم كريم وإنت كل مرة بتقولوا الكلام ده يعني هو إيه اللي بيحصل كل مرة بطلع أقول طب يا جماعة وإحنا بقيدنا إيه نقوله أو نعمله غير اللي إحنا نقول بس ما نعملش حاجة تاني أنا حاجة تعملها رجع شريط طول الثمانية وتسعين كنا جايين من بعد إنجاز صعود كاس عالم تسعين جايين مشاكل كتير جدا نتوستيبنا الثلاثة عشر وجايين إنجاز فردي استثنائي نشخة ستة تمانية عشرة جيل جيل قعد فترة طويلة عشان ييجي جيل زيه تاني من بعد جيل تسعين قعدت خمساش عشر سنة ليه؟ لأنها بصدفة فينو الثمانتاشر سهلت المجموعة مع 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 ثلاثة كاس عالم طب بعد كده ولا شيء طيب عملت إيه على صعيد قطاع الناشئ خضاعات الناشئين عملت إيه على صعيد تفريغي المواهب عشان تفرخ المواهب بشكل صح لازم تشطل صح مليون أكاديمية على صعيد القاعدة طلع مين؟ طلعت كم لعيب أكاديمية واحدة في مصر اللي طلعت سبع تمان لعيبة موجودة في منتخب مصر دلوقتي راحت فين؟ افتفت بقت موجودة في مالي موجودة في السنغال موجودة في المغرب طلع لعيبة المغرب عمره كبتشتغل بالطريقة دي كانوا بيعتمدوا دايما على تفريغي المواهب وبعدين اللعيب بقى يرجع يبقى عنده انتماء ما عندهش انتماء دي قصة تاني عملوا ايه؟ عملوا أكاديمية شغلين عليها بقى لهم عشر سنين طيب السنغال جينراسيون فوت جينراسيون فوت وابتدوا ويكرروا الأكاديمية الجوه السنغال هي الوشوش اللي كانت موجودة في 98 هي هي اللي كانت موجودة في 2019 هي هي اللي موجودة دلوقتي؟ لأ ده معناه ايه؟ كل الوشوش غير مؤهلة كل الوشوش معندهش الكفاءة كل الوشوش بتيجي بنظام انتخابي يشوبه الكثير من العوار كل الوشوش هي هي بتجي البطانة وبعدين يرجع وتغيره وبعدين نلفه ونيجيب نفس الناس تاني ولو مجاش المرة دي يا رئيس ييجي عضو ولو مش عضو بيقى مدير اتحاده ولو مش مدير اتحاد يقى موجود في الرابط ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي انت بتعمله عشان تشتغل؟ كل مرة يبتخفق يا انجاز استثنائي نتيجة اجتهات بخش جوة البطولة هل انت دفعت الكواش؟ لا هل هاجنت او كان ادائك واهدافك السبعة جوال اللي جبتوه كانوا نتيجة شغل منظومة؟ ايه حد بفرج على كوره؟ لا كلها جوال البطولة بقى كلها نتيجة ادائات فردية من بعض اللاعبين كلها مصطفى محمد واحد من اللاعباء القليلة اللي قدر اقول ان هم في كل المباريات كانوا على قدر المسئولية فانت لما يكون كل ده بيحصل حواليك وهقول انه طمام انت اوتها في المقدمة يا كريم الناس بتتكلم يعني انت دلوقتي بتتكلموا ضربات الجزاء دي لو كانت خلصت مصر كذبت كنت هتقوله كده؟ لا ممكنش اقول كده طب هلأ احنا كده بنتكلم بالنتيجة؟ برضو لا منتخب بلدي بيلعب ومكمل في البطولة احنا دايما كنا بنقولها في كل مرة الحساب متأجل السلبيات واضحة بس ما ينفعش اطلع افطس لعيبة هي مش قادرة تديني 6-10 افطس عش تديني 3-10 استنى لما البطولة تخلص كسبت خسرت واتكلم انما الحساب كان متأجل قلناها مرة واثنين وثلاثة الحساب متأجل الحساب متأجل لاتحاد الكرة الحساب متأجل لعضاء اتحاد الكرة الحساب متأجل للجهاز الفني ومنتهى البساطة بكرة هو السؤال اللي انا بقوله دلوقتي هي اقالة يا مستقالة موضوع منتهي بالنسبة لي قصة منتهية سواء اتحاد الكرة او المدير فيها نفر فيها تفسيرها هسأل فيها الكابتن عبد الحميد بس هروح الفاصل ونواصل خليكم معنا عارفين ايه منتخب في العالم واي فريق في العالم اللي عنده مدرب ناجح مدرب ماشي بشكل كويس ممكن تتفق او تختلف مع طريقة لعبه بس ندايجه جيدة عامل شكل المنتخب عامل نمط في الاداء وفي اللعب وفي الطريقة حتى لو انت مختلف معاه بس فيه نمط في حاجة واضحة للمنتخب حسن المدرب شغاله بيحفظ اللعيبة وبيقدم بشكل كويس احنا بنشيل كلنا تمن تمن الاستغناء عن كارلوس كيروش بطريقة مهينة للراجل بطريقة مهينة للراجل كان عندنا مدرب علامي مدرب كبير وصلنا لآخر النقطة في كاسر المهم الأفريقية كنا زعين احنا وصلنا فينال وخصلنا بضربات الترجيح قدام السنغال في النهائي بعدما عملنا اداء محترم على المحترم اقول المحترم دي اصد بها ايه فيه نمط فيه منتخب متماسك لما كان مع كارلوس كيروش والله بندفع التمن وزنب باستغناء عن كارلوس كيروش فيه خبر اعتبروا اعتبروا يعني ان روي فيتوريا تم اقالته كلام مؤجل لحين اجتماع رسمي لاتحاد الكرة بمجرد وصول الاستاذ جمال علام والكابتن حازي امام من رئيس الاتحاد الكرة وعاده مجلس الادارة للقاهرة عشان يجتمعوا بمجلس ادارة الاتحاد الكرة ولكن القرار المبدئي هو اقالة روي فيتوريا وجهازه المعاون من تدريب منتخب مصد قرار المبدئي وليس رسمي حتى هايز اللحظة لحين اجتماع مجلس الادارة بمجرد وصول جمال علام وحز امام للقاهرة رأيك ايه فيتوريا خلاص كده والله والله كابتن كريم ده اقل حاجة بعد هذا المردود السيء في بطولة الامم الافريقين كابتن كريم انت لما بتبقى قاعد وتبقى شايف حاجة بتتنفذ قدامك حتى لو احنا وحشين بتقول والله ده هم عندهم شكل وعندهم نظام وعندهم حاجة زي ما كنا بنقول على كيروش زي ما كنا بنقول على كيروش وزي ما كنا بييجي مداربين كبار كنا بنقول ليه في جملة بتتكرر اكتر من مرة صحيح في تنظيم دفاع كويس فيه تشكيل شبه ثابت صحيح احنا هنا الناس تطلع وتقول مش عارف ايه لين اني طلع لين اني يوم تغير الناس تهيج وتقول مش عارف ايه ام غير كأنك قاعد بتسمع انت انت السنة ونص اللي انت مسكها دي ما وصلتش للحضاشر الاساسيين اللي عندك اللي انت تقدر تشتغل بيهم اللي انت تقدر ما وصلتش للبدايل اللي معروفة لكل واحد فيهم انت المفروض خلاص انت انت سنة ونص سنة ونص دي احنا ملعبنا البطولة هتحس ان انت النهاردة بطريقة بكرة بطرقة تانية المباراة الوحدة بيتغير اللعيبة فكل العدد ده بيديك عدم انسجام وعدم تجانس وفي نفس الوقت تلاقي ادائك شوت كامل ضيع منك يعني في دور المجموعات خمسة واربين دي الاولين دايما ضيعين منك تيجي بعد كده يخش فيك هدف تبدأ تشتغل ايوه اه تتعادل ترجع تهدأ يخش فيك هدف تبدأ فتلاقي لا ما فيش حاجة ما فيش حاجة تقدمت فنية تقدر تقول والله منتخبنا رغم انه وحش انما بيقدم مردود حتى لو احنا منظمين دفاعية لا ما كناش منظمين دفاعية ايوه طب والله حتى لو راحن بجمال هجومية مكررة لا والله والله العظيم كابتن كريم عنده مهارة الاستلام والتسلم والمروعة والتزديد عملها جبنة جون صح ضربة جزائد حسب الجبنة منها ايه الجملة يعني دفندر خدستلم الكورة طالع على مين عشان يتحرك مين يتحرك له في اللي هو الجملة المركبة اللي بيعملها الفرق دلوقتي فما بالك بالمنتخب صح وانت معك كل العناصر والإمكانيات اللي مفوضت سعر انت معك اقول لك اقول لي الأمانة يعني احنا معنا جيل ولعيبة تقدر تشتغل بقية تاكتك بس انت كمدرب اختار التشكيل المناسب والتاكتك المناسب اللي يناسب لعبتك وينسبنا احنا ويدينا شكل واحنا قاعدين نتفرج كده رغم ان انت ممكن يكون الأداء ممكن ان الخسارة تخسر كمان بس على الاقل في حاجة انت بتقدمها انما مفيش مرضوط فني اتقدم في هذه البطولة اللعيبة كلها انت عمل تجرب في البطولة انت عمل تجرب في اللعيبة عمل تجيب سين تحطه مكان صاد صاد مكان ألف وفي نفس الوقت مفيش مرضوط فني إيجابي انت بشغال انت بتعمل ايه الفترة اللي فاتت احنا لما بنجي نتكلم دلوقتي يا جماعة احنا طول عمرنا بنتكلم طول ما المنتخب بيلعب حتى لو هو في أسوق حالته مش هنتكلم هو في البطولة إنما هنتكلم بعد البطول حتى لو والله لو كذبان البطول بس تخطى هطلع ها هقول ان كان فيه أخطاء واحد اتنين ثلاثة يجب إصلاح صحيح ليه لأن أنا ما شفتش أنا يا راجل فني أنا ما شفتش حاجة فنية أنا ما شفتش غير الإمكانات الشخصية والمهارات الفردية لكل لعب بيستغلها ونشتغل عليها وقولك حاجة وانا متأكد انت كنت بتفكر فيها بنفس الطريقة بس احنا كنا عايشين طول الوقت في البطولة دي تحديد على أمل إيه فيتوريا هيشوف الأخطاء ويحسنها المباراة اللي جاية هتبقى أحسن المباراة اللي جاية ان شاء الله الأمور تتحسن احنا مش عارف كان الإصابات وتضغطنا ماشي اللي جاية يبقى أحسن كان كله حتى لدرجة مباراة النهاردة احنا كنا برضو بنقول على أمل ان احنا دور المجموعات اتعلمنا منه وفي أخطاء واحد اتنين ثلاثة ان شاء الله بإذن الله مستر فيتوريا هيكون خد باله منها هيعملها وتصلاحها اللي حصل برضو هي نفس الأخطاء اللي قعنا فيها النهاردة صحية صحية فبالتالي لأ احنا خسارتنا النهاردة نتيجة الأمور السلبية والأخطاء الفنية الكبيرة اللي وقع فيها الجهاز الفني فالإقالة ده أقل شيء مبسوط كده خلاص الراجل انت قدستها قبل ما نروح للفاصل قلت دي أقالة يا أصدقالة لا هو أقالة أنا مش مبسوط لأنه بالنسبة لي دي خطوة أولى دي بالنسبة لي خطوة أولى خطوة أولى يكتعم اتحاد الكرة علشان ده دوره يقيل فيتوريا وجهازه الفني ثم يستقيل الله يفتح عليك الله يفتح عليك ليه؟ عشان أنا بداعي بالفكرة انه ايه تعال على السهل السهل ايه المدير الفني طب انت أنا دايما بقول كده معلش ناسف الاحترام دايما للإنسان للشخص اللي موجود في اتحاد الكرة في دلوقتي وقبل كده بس أنا راجل معلتش أعمل شغل كويس أنا راجل ما قدتش بشكل كويس أنا راجل يعني ما قدرتش أشتغل انت ما قدرتش انت ما بتعرفش ما عرفتش تشتغل فأدام ما بتعرفش سيب غيرك بيعرف هو اللي يشتغل بكل بساطة وهدوء وهنا مش هجوم شخصي على الأشخاص اللي في اتحاد الكرة كلهم لهم كل اللي احترام كأشخاص ولكن كشغل ما شفناش شغل ما شفناش أداء وحرام يعني ان احنا نعيش كل ليلة بنقول نفس الكلام وانا آسف أجيم لا يأتي فهو دورهم ان هم يجتمعوا اجتمعوا هناك اجتمعوا هناك قبل برجعه هنا اجتمعوا هناك ما فيه ناس هنا لا بعادي بدي قول زي ما حاجات كتير بتحصل وحاجات كتير بتتمرر وقرارت بالتمرير يعني يقولوا الراجل ثم يستقيل ولو عارف لو علي والله يتحملوا شرط الجزائي معا لأسباب كتير جدا رقم واحد عملية المونوترينج وانت ازاي بتشتغل وانت ازاي بتختار سؤالين مهمين جدا انا كنت باخد أني ريسك رويبيتوريا مدرب اسم كبير لكن مدرب اسم كبير معني والسؤال ده لكل الاشخاص لكل الناس اللي في تحاد الكرة السؤال ده انت جبت رويبيتوريا ما هي خبرات رويبيتوريا كمدير فني منتخبات عارف اللي جابة ايه صفر مين اللي كان بفاوض رويبيتوريا قبل منتخب مصر النادي الاهلي نادي هو كل خبراته والسي في بتاعه انديا عمره مدرب هيرفيرينار واحد من احسن مدربين داخل القارة لما بيروح يمسك نادي ببنجحش هو راجل مدرب منتخبات نفس القصة اتنين احنا بكسبناش وراء ماتش صح بتعرف ان الاربع منتخبات كلهم ورانا في التصنيف بمسافة الاربع طب لو انت بتلعب بقى الاربع اللي قابلك بتعمل ايه بتعرف ده معنى ايه انك لاعرف تكسب اللي قابلك ولاعرف تكسب اللي بعدك ولاعرف تكسب حد طب هل هي المشكلة في اللعيبة بس اه في مشكلة في بعض اللعيبة لكن لما لاقي المنظومة بالكامل وحش مدرستنا واحدة لما نتكلم على كورة عندك خمس ست عناصر سبعة وحشين في التشكيل يبقى المدير الفني عندك مجموعة غير لائقة يبقى المدير الفني عندك لعيبة ما كانتش جاهزة للبطولة عشان كده كان في بعض الاسئلة كداما نقول لك عليها الحساب متأجل اللي هنتكلم بعدين في لعيبة كانت دخل البطولة هقول اسماء لعيبة دخل البطولة غير لائقة طبيا مش بدنيا طبيا تعرف يعني يا كريم بكلم على العب اساسي في المنتخب غير لائقة طبيا بكلم على محمد الشناوي بكلم على أحمد الشناوي بكلم على أحمد حجازي الغير لائقة بدنيا بكلم على عناصر كتير جدا جوا ما كانتش جاهزة طب إنت اخترت على أساسي أنت كمدير الفني اخترت على أساسي بلاش فيه صورة لمحمد أبو جبل عايز أعف عندها شوية يا كريم الصورة بتاعت الإزازة ما تجهز معنا الصورة هي الإزازة كان مكتوب عليها يا كابتن تبرحش معه لك هورا الإزازة كان مكتوب عليها ما هو ما تقنعنيش إن لعبت الكونغو بالكامل غيره الزوائل اللي بيحطوا فيها مستحيل مستحيل فيش مديل فني في العالم بيشتغل كده الإزازة كان مكتوب عليها يا كابتن مدرب الحراسة أو محلل الأداء أو أي انكمين اللي عمل لك الإزازة ليه كان مكتوب عليها إيه أنت كحارس رحت ست ضربات وراء بعد يمين 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 بسبت زاوية في ناس بتعمل كده طب خلاص هو ما بيحط ركش في المين هو سبتها في النص النحط التاني أنا رجل أحقوها في النص طويل الوقت فكل شيء يروح نحي تلمين ويقف يروح نحي تلمين ده ما رحش معه على كورة الراجل بتاع كورة ما صدش حاجة على فكرة بس كان بيروح الراجل ما صدش حاجة لكن كان بيروح في كل كورة في النهاية أنا سؤالي للحائرس ولمحل الأداء والجاز الفني بالكامل الإزازة كان مكتوب عليها إيه أنا محتاج أعرف الإزازة كان مكتوب عليها الـ 10 الـ 8 دربات ما ترحش معاه صحيح هلسا مكملين مع حضراتكم وشعافة أنا حاجة المفروض كمان أعتذل لكم يعني أنا أنا محكول لها وشغالين في المنظومة الرضاية ومصدر كلنا لازم نعتذل بصراحة كلنا أنا زعلان لكم يعني زعلان جدا كمان مفروض يقول لكم إحنا أسفين كلنا والله مش عارف نعمل إيه يعني إحنا كدورنا إحنا مش عارف نعمل إيه أكتر من إحنا بقالنا خمسين سنة بنقول الأخطاء عاملة إزاي بس ربنا يسهل بعد الفصل نواصل خليكم معنا نفس كل الناس اللي مسؤولين عن الكرة في مصر ما يناموش النهاردة يقدروا يتجرحوا كده ويتقلموا أكتر مننا بكتير يا رب وقولهم حاجة بس يمكن تقلبهم شوية وتجرحهم قوي سباستيان لصبر مدير فني لمنتخب الكنغو الديمقراطية بعد المباراة بيقول أهضرنا فرصة تسجيل عدد أكبر من الأهداف في منتخب مصر شايفين؟ شايفين عملتوا فينا إيه؟ عيب والله والله عيب والله أنا لو مسؤول في اتحاد الكرة تاني احترام لكل الأشخاص بس أنا لو كريم مسؤول في اتحاد الكرة وحتى لو عاملت شغلي وأنا متصون أنا عاملت شغلي هتكسف وقول لا 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 أنا لازم أمشي النهاردة أنا هروحها بعد استخلطة حالاً دلوقتي أنا مش هينفع أكمل دي مهينة جداً دي صبر مدرب الكنغو الديمقراطية بيقول أهضرنا فرصة تسجيل مزيد من الأهداف في منتخب مصر عيب عيب يا جدع والله عيب يا كابتن عبد الحبيب والله توجع ده لسه ببص على التصريحات دلوقتي توجعت صدقني والله يا كابتن كريم كل مباراة وجعتنا كل مباراة عدت عليك يعني أنت بتتكلم اللي افتتاح بتاعك كان مزمبيك عما يجيب فيك هدفين وهو ما جابش فيك هدف في حياته صح ما وجعتكش وجعتنا لما أنا الماتشي التاني كنت قاعد مع مجموعة وعدد كبير من الناس بنتفرج سواء لو يعرفوا اللعيبة ويعرفوا المسؤولين ويعرفوا قد إيه إن كرة القدم دي الناس بتعشقها إزاي وإن تعادل منتخب أو هزمته بيسبب لهم إحباط إزاي ما ينموش ويدوروا إن إزاي يصلحوا لعم صلح واكتهد وإحنا في ضهرة أيوة وإحنا معاك أيوة وحنشجعك وكل واحد فينا حيقوم بدوره على أكمال وجه معاك لما شوف بعناي الإصلاح في كرة صحيح فكل كل المباريات واجعتني إحنا مفيش مبارات لعنة منها رضينا عنها يعني حتى على الآل ممكن تبقى متعدل مباراة أو خسران مباراة وإنت رضي على لعبتك ورضي على المنتخب ومقدم مش شرط إن أنا أكون كذبان ما أنا ممكن أعمل كل حاجة في الكرة وأخسر بهجمة مرتدة إنما على الآل أكون مرضي إنما أنا مفيش مباراة اتلعبت وأنا خارج منها مبسوط غير إن أنا خارج الحمد لله إن إحنا اتعدلنا إن شاء الله اللي جاي حسين الحمد لله اللي اتعدلنا وإن شاء الله المباراة اللي جاية بإذن الله إحنا هنصلح الأقطار اللي وقعنا فيها ونصلح التشكيد اللي إحنا بنحطه غلط وإن شاء الله بإذن الله هنخش المباراة اللي جاية نكون أفضل طب كابتان عبد الحميد معلش أنا في نقطة واجعاني أو برضو لازم أتكلم معك فيها يعني لايبا بتاعتنا مخترمة مش هنيه فجأة نقلل منهم بس للاسف لما بنخش في المنافسات زي كده بنشوف اللي احسن مننا مع كامل الاحترام والله اليوم احنا لعبتنا ليه بتلاتين واربعين وخمسين مليون جنيه لكابتال عبد الحميد ونقد نتخاني عليهم بالاركام دي هي اللي بقى مالهزة هي المنظوم ما هو ده بقى اللي بكتالي انت اللي حطت انت اللي اللي سايب الحبل بطريقة غريبة جدا جدا والخناء بين الاندية وبعضها على اللعيبة هي اللي بتعلل اسعار فبالتالي اللعيب متزنب انا متزنب ان انا انت كنت طالب في مليون وفجأة بقيت انا بعشرين وثلاثين مليون فده مش عيب اللعيبة ده عيب المنظومة كلها ان انت انت وصلت للمحر ياريت اللعيبة دي نسيبها نسيبها للاحترام صدقني كابتن كريم انا نفسي نفسي اي حد يجيله عرضي باي مبلغ في اي نادي لاوروبا يطلع يطلع عشان يعود علينا بالنفل لانه هياخد خبرات برا كبيرة ليه النصيحة كابتن عبد الحميد اللي بنقولها دايما بس انا عايز بقى منظومة الكرة في مصر اتحاد الكرة مثلا لا انا عارف والله بس انا عشد يكون قوي يحط حاجات منزمة على الاندية يحط تفاصيل معينة انا لما كلمتك عن منتخب بلجيكا والاربع سنين والنظام هو الاتحاد مسؤول عن وضع النظام والسيستم اللي يمشي عليه جميع الاندية وجميع اللاعبين وكل المنظومة صحيح فبنتمنى يجعلنا الوقت ان احنا نحط خريطة لمنتخبنا ومنتخبات للشباب واللاندية خريطة لان المشكلة يا كابتن كان ان كل الالتزامات الدولية والافريقية معروف موعدها سواء كانت للمنتخبات او للاندية صحيح فبالتالي لما تيجي تحط الاجندة بتاعتك والنظام بتاعت حطه لسنوات وصمم عليه طرامة ده الصالح في الرياضة المصرية فبنتمنى بنتمنى لمنظومتنا الرياضية الاصلاح وان ان شاء الله باذن الله باذن الله اللي يكون درس النهاردة بقى درس من ازاي كل درس حيتدرب في ماتشط الدوري يتدرب فيه لا يكون درس فعلا ان احنا نحقق لبلدنا الافضل لان يا كابتن كان البطولة افريقيا دي بالنسبة لنا كانت نزعة دلوقتي احنا بقاننا 14 سنة بعيد عننا وويس كمان دي سنتين كمان لسه اروح بعدهم في دخلين في 15-20 سنة دلوقتي عنوصل هناخدها تاني يامن حلو انا بقى النهاردة نهاردة تحديد دا يعني وانا بفرق ووية المباراة بتخلص قلت ان انا كنت مستسهل اول تصفات كاس العالم احنا كنا ناخدش كاس العالم بسهولة بس حتى المنتخبات اللي على العابة في تصفات كاس العالم منتخبات جامدة بالنسبة اللي احنا عملناها هيلة دا بقيت منتخبات بالنسبة لي جامدة هنعمل يعبد التصفيات كاس العالم عشان مبقاش كله خراب من كل اتجاه حسنة طالة ندسة قدامنا كام شهر لحد التصفيات والتصفيات بتلاعب على انترفيلز او مسافات كبيرة يعني عندنا في مطشونا يتلاعبوا السنة دي 24 في مطشونا لسه او 3 مطشونا تلاعبوا بـ 25 فالامور في المتناول نعرف نصلح معانا وقت لو عاوزين نصلح هنصلح جاز الفني بالكامل اتحدي الكرة بالكامل يتبني ابقى عارف بقى مين معايا ومين مش معايا اشوف الاعمار السنية بتاعت اللعيبة مين هيكمل معايا المرحلة اللي جاية مين يقدر يشتغل مين اللعيبة اللي انا محتاجها مين اللعيبة اللي طلعها من تحت يبقى فيه خطة انا ما عنديش خطة ايه الخطة ربنا يسهل الخطة كله على الله هي خطة كله على الله وقلوها رب احنا طول الوقت هنمطل شغالين بخطة كله على الله ما هو كله على الله بس اشتغل ويعمل عليك الاول احيانا الواحد بيقعد ينطقي ينطقي الالفاظ قدر الامكان علشان خاطر الموضوع صعب الموضوع صعب والله العظيم ما ينفع ان احنا عندنا مية وعشرة مليون ما عندناش منتخبات قطاعنا منتخبات مراحل سنية ولا فريق اول ما ينفعش بقالنا عش تلاتين سنة بنقول المحترفين واللعبة تطلع صغيرة مفيش بنقول ان احنا بناسس الناشئين غلط مفيش بنقول ان مفيش حاجة اسمها ليبي عنده حداشر واثناشر مفيش حاجة اسمها مشابقة مفيش حد في الدينيا كلها بيعمل مشاباة حداشر واثناشر سنة إيحنا الحالي اللي بنتعامل مع اللاعب اللي عند 24 سنة لان هو لعب ناشر ما هو ده علي علشان انا بفضل طول الوقت طول الوقت حاطط ان انا لما اجيب لعيبة عنده 20 سنة او 19 سنة باللعاب صغير في لعيبة جوه البطولة جوه البطولة كريم كورنتي 22 سنة نت سعرو طلع من اسك قبض جنبي 3 مليون دولار رح ردبول سالسبورج في النمسا. تمنوا النهار ده اربعين مليون في سنة. اربعين مليون يورو. كمارة كمارة سنغال. كل لامين كمارة. طالع من جيناسيون فوت. عز الدين قناحي. اللي كسر الدنيا في كس العالم. طالع من اكاديمية محمد الخامس. احنا فين? هو السؤال السؤالها بسأله. طب احنا بنعمل ايه? طب انا جيت كراجل مسئول في اتحاد الكورة. انا جيت عشان اعمل ايه? طب بلاش? يا كابتن كريم. ينفع يبقى فيه ازمة. ينفع يبقى فيه ازمة. ويطلع عضو اتحاد كورة. يقول له هي الازمة? يقول لهم والله مش عارف اصلا في البلد. يعني ايه? والله العظيم يعني ايه? يا جماعة انتو اتحاد كورة بتاع دولة اسمها مصر. انت مش قد تبقى في اتحاد كورة بتاع دولة اسمها مصر وقت في البيت. مجيش تاني. ارجوك مجيش تاني. ارجوك مجي. انا برجوك. وتاني دايماً كان يقول لك إيه ناس ألوك الرحيل جمهور الكرة المصارية أأمركم بالرحيل مش أنتو أنتو واللي شبهكم واللي قابلكم واللي بعده أي حد اشتغل في المنظومة دي الناس مش عايزة تشوفه تاني الناس شافته وشافت شغله قول لي إيه الأمارة اللي انت تيجي توريني وشك تاني في وشوش قديمة مشت وما جاتش في وشوش كتير محتاجة تمشي وما جيش تاني تعرف هو السخريات القدر إنه كتير قوي من الناس اللي ما بتنجحش في منظومة الكرة في مصر بيبقى عندها فرصة تانية أو تالتة وربعة طبعاً إنك لما بتنجحش خلاص سيب فرصة لغيرك إحنا عندنا بنيدي فرص كتير قوي للفشل مرة أخرى مش للنجاح أو تعويض الفشل حسب علاقاتك وحسب انت مي آه يعني أنا بديك فرصة تانية عشان تفشل تاني مش عشان تعود الفشل مليون في المئة طيب أنا عارف والله كان نفسي العادة تبقى أفضل من كده يا رب عايزين نطلع نقول عايزين نطلع على أول نكلم كلام في حال إيجابي والله الناس تستحق والله العظيم الناس في مصر تستحق طول الوقت ده احنا بنتنفس كورة ده احنا الكورة مصدر سعادة أكبر مصدر سعادة في حياتنا كلنا ما احنا كلنا عايشين كده شعب بيحب الكورة شعب بيحب الرياضة عارف النهاردة لو كسبنا عايشوف الناس بكرة في الشوارع مسكين عالم مصر وماشين بيهتفوا ماشين فرحان ولا عنده جمعية بلسه ما سددهاش مش هيفرق ما احنا فرحانين بمنتقى مصر ولا عنده إستع شقة ولا إستع ربية مش هتيجي ان شاء الله احنا الفرحة بتاعت الكورة بتخلينا نتخطى هموم الحياة اليومية الناس بقى اللي بتدير الكورة فهمة ده ولا مش فهمها الموضوع مش بسيط مش النوع السعادة حديت لعيقولك ايه ما نكسب أو نخسر ما يدي الكورة مكسب وخسر والله فهمين وعارفين بس نكسب وحنا منلعب كويس انا كريم تحديدا من سنتين بعد ما اخسرنا فينال كاس الأمور الأفريقية بدربات الترجيح تلعت وقلت برافو لعيب منتخب بصر ورافو مدارب منتخب مصر ما قصرتوش خلاص ده التوفيه بقى لكن انت لما تلعب وحش منظومة تبقى بايزة بايزة بالمناسبة كابتن عبد الحميد بيه يقولك ايه وده اللي قاله روي فيتوريا في التصريحات الصحفية قبل البطولة ويمكن ديه على الحاجة الوحيدة اللي عملها صح روي فيتوريا او قالها بشكل كويس قالك انه اللعب في مصر بيعيش ملك اللعب في مصر بياخد الفلوس اللي هياخدها اكتر من أوروبا ايه اللي يخليه يطلعي حالش وفيه لعيبة بتفتقد النجومية والشهرة في أوروبا لان الناس في أوروبا بتتعامل مع اللعيبة عادية يعني مواطنين عادي يعني ما بيجريش وراهم والإعلام ما بيجريش وراهم والدنيا وبتاع فبالتالي احنا فيه لعيبة عندنا بتحب الحتة دي فلا بتحب الوجود في مصر اكتر منها هتسافر بره عشان انا خلاص عندي كل حاجة وماشي وطول ما انا ماشي الناس فنقطة برضو من النقطة السلبية اللي في لعبتنا عشان العقلية بتاعتنا ما عندناش ان احنا نبقى بعقلية محمد صلاح اللي احنا كلنا الحمد لله والشكر لله جينا عليه كلنا والناس كلها الحمد لله ما سابتلوش في حاله واحد من الأساطير اللي مش هتتكرر اللي قدم كتير جدا وحيقدم كتير جدا وعقلية مختلفة تماما احنا مش عارفين نوصالها فبالتالي كل واحد زاد في الليلة وقعد بقى ييجي على محمد صراح فيها حاجة فاللعيبة عندنا علشان بتطلع خمسة وعشرين وتلاتين وستة وعشرين وسبعة وعشرين اللي احترافه بيبقى العقلية مش مش قادر هناك بار فبيرجع بقى سرع ما يمكن صحيح إنما عشان العقلية تبقى سليمة لازم تخرج اللعبة دي في السن الصغير اللي يقدر يبدأ يتكيف ويعيش الحياة هناك بمفاهيم أوروبية علشان خطر ياخد الخبرات اللي احنا محتاجينها يجي له عرضة يجي له مسلا عرضة اه هقول لها راك حقيقي يجي له عرضة مسلا من الدولة البلجيكية من الدولة النروية بتلتمائة ألف دلال اللعبة صغيرة يقول لك لا جملة شهيرة يقول لك لأ لازم يكون عرض ياليك بالنادي وباللعبة يا سيدي حط حط في اعادة بيع ومبلغ وحط عندك من الشروط اللي تقدر تخطها بس يسهلوا مسؤوليته انه يمشيها صغيرة لأ ومانشيسة النادي وعليبها يقول احنا هدلوقتي بقينا باللعب منتخبات بالكامل بالكامل لعبتها محترفة في أوروبا يعني يعني مش في الدورة المحلي بتاعهم عشان كده عملوا بطولة المحليين علشان يبقلوهم فرصة انهم يلعبوا في بطولة أفريقيا تسمح لأضيف شيء كمان فضل احنا المنتخبات اللي باللعبها بتبقى القائمة كلها بتلعب في أوروبا والمدرب بتاعهم بيختار من 200 لعب في أوروبا بالضبط ما اجابوش 27 لعب بس الموجودين في أوروبا لأ ده في 200 واحد الموجودين في أوروبا انا خدت منهم 27 أصلا تعال اشوف بقى قوام منتخبنا هتلاقي 78% منهم من الدول المصر انا والله بيسعب على اللي احنا عاسفين يعني بس احنا لازم نعمل كده وغنفضل نعمل كده مش هنرسكو تساعد بسمي لون نفس الكلام على حياة اللي ما انتوا نالي بعد الفاصل المواصل خليكم معنا يعني بحضراتكم مرة أخر لسنا متكملين مع الكابتن الكبير كابتن عبد الحميد باسيوني والزميل عزيز محمد جمال طيب جيمي راجعين بقى للدورة ننبسط بقى ونفرح زي ما الكابتن عبد الحميد قال وتشوف لقى الاشترى مين والزمالك بقى عمين والحاكم ظلمين والحاجات الحلوة دي ونسبة الدورة نسبة رجوع للدورة من اللي عيبة بتوذكر اسمائنا من العلوم خنائة يعني دلوقتي وانداية كبيرة بتتكلم معاهم يعني بتعايد معاهم ومعاهم حق ناس من زويهم يعني قريبهم وإخوتهم فيعني نتكلم اللي قدموه اللي 6 شهور اللي فاتوا اللي قدموه السنة اللي فاتت المردود فبتكلم مع الاتنين في نفس التوقيت فبقول له يعني انت باشي كويس وعندك مشكلة في البدنية عندك مشكلة في كذا محتاج تعمل كذا ومحتاج تعمل كذا بلاش صهر بلاش كذا حاول تنام كفاية حاول تعمل كذا قال لي أعمل كده ليه والله العظيم قال لي أعمل كده ليه أنا جاي لي عرض من نادي كذا نادي كبير جدا جاي لي عرض من نادي كذا بكذا أعمل كده ليه أنا في ضل تقاعد جالي لا يا حسن لأرور تعمل كده عشانك تعمل كده عشان ده في مشكلة تعمل كده عشان تروح منتخب مصر تعمل كده عشان تبقى لائق إن انت لعيبة عندك 23 سنة إنك بعد سنة بالكتير لأن دي آخر فرصة ليك تطلع أوروبا مين مسؤول بقى أستاذ كريم مين مسؤول على إنه يوصل اللعبة دي لإنه يفهم إنه ما يبقاش أقصى أحلامه وطموحاته إنه ياخد خمسة مليون جنيه والعشرة مليون جنيه في السنة إنه يتنقل من نادي بيطلع الخامس ولا السادس في الدوري لنادي من ناديين تلاتة كبار ده هل فيه دورات تسقفية زي ما بنعمل للعيبة كده بره زي ما بيحصل إنه أنا كيجيب الناشئينة فاهمه وحطوله طموح وهجيب له فيجرز وهجيب له ناس أقول له بص عشان تطلع زي ده بيحصل بيحصلش فأنت لما تغير بقى عليه تلعيب دي وتوصل الناس إنه هم يشتغلوا كورة علشان هو مهنته إنه لعب كورة بيصحى وياكل ويشرب وينام وكورة بس هيبقى عندك لعيبة في نقطة مهمة تتكلم على منتخبات الكبيرة في القارة عندها لعيبة محترفة بتلعب في أسماء كبيرة في أوروبا على ألف كلاس إيه مش لازم في أنديس الصفة يا كريم منتخب غينيا الاستوائية قدم كورة حسن مننا عشر مرات ما عندهوش لاعب يلعب فينا دي كبير في منظومة الناس بتشتغل في غينيا الاستوائية بقى لهم عشر سنين عشان يعملوا الجيل ده عشان يعملوا الجيل ده لما لو عندهم نقص في مركزين راحوا رجعوا لعيبة مزدوية جنسية منهم إميلون سوي الرجل اللي النهاردة حطي الكورة في عرضة وطلعوا برة جنوب أفريقيا غالبية العظمة من اللعيبة من جنوب أفريقيا اللعيبة كلها من الدور المحلي بزاق في منظومة احنا لما كان عندنا جيل استثنائي وما كانش في منظومة الجيل نفسه ساعتك لوحده فانت لا عارف تخلق جيل ولا عارف تخلق منظومة يا كريم بقولك في لعيبة بتلعب في بوركينة فاسو اللي أقوى مننا بتلعب في غينية الاستوائية اللي أقوى مننا بتلعب في المنتخبات الصغيرة كلاس بي وسي في أفريقيا بتلعب في أنديه الدرجة تانية وبيقدموا مرضود أكتر مننا وخد المفاجأة أربعة من ضمن ست دول اللي صعدوا للدور التاني بلعبوا في مدربين محليين فهي قصة لقصة إمكانيات احنا كنا بندفع كتير قوي يا كريم بالمناسبة أنا عايز أقول لك حاجة وعايز أخش معك برؤون مش هادف كابتال عبد الحميد لو يسمحي يعني احنا هنشوف شوية التصريحات حلوة من أعضاء اتحاد الكرة الأيام اللي جاية وخليك فاكر الجمل دي تمام يا جماعة أنتو عاملين أزمة دي ما يدي كرة وسوق حظه وخصناها في ضربات الترجيح سيبك من دي دي مش هتفرق قوي التانية باقي دي كبيرة يقولك احنا طلعنا من دور 16 منتخبات زي الجزائر وتونس وغانا طلعوا من دور المجموعات فانتو يعني مدايسين علينا أول إيه ده في منتخبات كبيرة برضو خرجت بس انتو دايسين خليك فاكر التصحيحات دي عشان هتقال بتراهيني ولا موافق معي أنا 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 مش مش أنا بخايف روحناك عارف ليه لين عارف اللي دير عقلي يعني يعني متفق معك لا لا انت عايتم همد بس لو أنا لو أنا عندي شيء من من الدبيات أدبيات كرة القدم والله مركب الطيارة وانا في عدو اتحاد الكرة وانا في نفس المطس مركبش الطيارة من هناك أصل أركبها وانا مستقيل عظيم كابتال عبد الحميد أنا عايز كلمة أخيرة من حضرتك كلمة فيها نصيحة القائمين على الكرة في مصر كلمة كمان فيها حاجة كويسة للجمهور الكرة في مصر أنا طبعا كرياضي وكمدرب بعتزل لجماهير الكرة المصرية عن خروجنا النهاردة وعن أداءنا في خلال هذه البطولة وعارف قدي ان احنا شعب المصري زعلان وحزين لأنه زي ما حضرتك قلت الكرة بتمثلوا حياة أنا جاي لحضرتك وشاف الناس في الشارع بتتفرج وقف على رجلها بتتفرج عشان تشجع منتخبنا فعارف قدي منتخبنا وشعبنا بيحب الكرة فأنا بعتزل لهم وبقول لهم إن شاء الله بإذن الله بإذن الله يكون اللي قادم أفضل للرياضة المصرية بقول للمسؤولين على الرياضة حبوا مصر مصر تستاهل مننا إن كل واحد فينا يخلص في مكانه وفي عمله لبلده لأن بلدنا دي تستاهل إنها تكون في أفضل صورة في الرياضة اللي إحنا وصلنا فيها دلوقتي لمراحل صعبة جدا وعدتنا منتخبات أقل مننا بكتير جدا فأتمنى بتمنى من الله سبحانه وتعالى إن إحنا نحب بلدنا ونخلص لها ونعمل الصح وكل واحد يبقى هدفه إعلاء وطنه قبل إعلاء مصالحه الشخص كابتن عبد الحميد أنا بشكر لك شكرا جزيزين شرفته شكرا جزيزين شرفتين ونورتين للا حزينة أكيد يعني للا حزينة خلس الكلام يعني إن شاء الله بإذن الله مش قادر أقول حتى الجاي أحسن عشان مش واصف بس إن شاء الله يعني اللي كانوا عاملين السيء ما يبقوش موجودين لعله وعسن نشوفه اللي أحسن إن شاء الله يعني نشوفكم يا رب على ألف خير